فالنهاردة هنعرف نفرق ما بين الحقيقي واللي مش حقيقي من خلال دكتور فادي ناجي استشارك التخديق العلاجية والعلاج السمنة اللي منورني ومشرفني كالمعتد أهلا بيك يا دكتور فادي صباح منور الدنيا كلها وأهلا الله يعزك ويحفظك قول لي يا دكتور ازاي أفرق ما بين الجوع الحقيقي والجوع الكاذب خلينا نقول الجوع الحقيقي والجوع النفسي الجوع الحقيقي ده شعور ربنا خلق جوانا عشان لما مستويات الطاقة في جسمنا تتلي تقل ده بيدينا زي ألارم أو تنبيه إن إحنا بياخد طاقة ببساطة كده في مركز في المخ بيبعث إشارة عن طريق ريسبتور أو مستقبل في الكبد فبيبعث إشارة تانية إن مستويات الطاقة قلت أو اللو باتري البطارية بدأت تفضى فبيدينا ألارم في هرمون بيفرز اللي هو اسمه هرمون الجريلن يلا يا بني آدم كل ده بمنتهى البساطة كده الشعور ده مفروض فكرة نموذج البطارية ده بالزبط كده إن إحنا لو حطينا مثلا البطارية على الشحن ليل وانهار ما هي بتبوز بالزبط كده فهي نفس الفكرة لو فدلت تديله في أكل في أكل في أكل دوني حبوز بالزبط كده الفكرة كلها وتأكيدا على كلامك إن البطارية لما بتبوز بتحتاج تتشحن كتير فأنت لما بتاكل أو الواحد لما بياكل عمال على بطال كل الهرمونات والإشارات الداخلية اللي ربنا خلقها جوانا بتبوز بتلاقي بقى إشارات عجيبة يعني أنت جسمك محتاج مية بس أنت مترجم الشعور ده أنك جعان أنت واكل وجبة نسبة النشويات فيها أو السكريات فيها عالية فمديك إشارة لأنه مبوزة هرمون أو رفع هرمون اللي هو هرمون الإنسولين مديك إشارة أنه أنت جعان فكله بيخرب أو كله بيبوز للأسف مريض السمنة عنده الإشارات الداخلية أو الهرمونات الداخلية بايزة لأن بطاريته فعلا بازة من كتر أنه غزبا عنه بيشحنها كتير بيأكل كتير عدد غلط سلوكيات غلط فكل الهرمونات بايزة فعشان كده بيبقى مهمة قوي ودي أنا بسميها الأهداف الخفية لنظام التغذية أو الأهداف اللي المريض ما بيحسش بيها